اهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من قناة الموصلية قال مسؤول عسكري في قيادة العمليات المشتركة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا بسحب لواء 42 حشد شعب العصائب من ناحية الفرحة إلى خارجها ونشر قطعات من الجيش بالإضافة إلى الشرطة المحلية في الناحية وبأن يكون الملف الأمني حصرا بيد الجيش وبينا أن الفوج بلواء 42 المتهم بارتكاب هذه الجريمة تم سحبه بشكل نهائي وإحالة المسؤولين فيه إلى التحقيق وتم استبداله بفوج آخر من اللواء نفسه لكن مهمته خارج المدينة وبعيدة عن السكان وتقتصر على تأمين مناطق من الخارج فقط من قوة من الجيش وأضف أن لجنة التحقيق برئاسة رئيس أركان الجيش عبدالأمير يارالله تواصل عملها قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم أن مجلس النواب سيعقد جلسته الجديدة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب تأخر صرف الرواتب بالرغم من التصويت على قانون الاقتراض السابق لافتاً إلى أن اللجنة قدمت طالباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمين ووزير المالية علي علاوي مبيناناً رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد الاستضافة حتى الآن أكد مدير مكتب انتخابات نينوى قاسم سلطان أن مكاتب المفوضية في المحافظة وعموم العراق أكملت استعداداتها لاستقبال المواطنين لإجراء التحديث البيومتري لبياناتهم مشيراً إلى أنه يتم افتتاح مراكز التشجيل يومي الجمعة والسبت لتوزيع البطاقات البيومترية وأكد صدر بطاقة الناخبين الذين حدثوا بياناتهم قبل 19 مايو 2019 مشيراً إلى أن الذين حدثوا بياناتهم بعد هذا التاريخ ستصدر بطاقتهم في وجبة ثانية قريباً وبين حقية الذين بلغت أعمارهم 18 عاماً في التصويت بالانتخابات المقبلة موضحاً أن المستمسكات المطلوبة للتحديث البيومتري هي المربع الذهبي داعياً المواطنين للإسراع بتحديث بياناتهم واستلام بطاقتهم البيومترية للمشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة مؤكداً وجود 140 مركزاً تابعاً لمكتب انتخابات نينوى في عموم المحافظة أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمراً بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على القروض وأشرت وثيقة صادرة على المكتب إلى أن اللجنة العليا المشرفة على القروض سيتم إعادة تشكيلها لتكون برئاسة عبد الكريم حسين محمد علي رئيس هيئة المستشارين وعضوية تسعي آخرين بين مدراء عمين ومدراء مشاريع تقبل قائم مقام الموصل زهير الأعراجي في مقر القائم مقامية القنصل التركية في الموصل محمد كوجاك برفقة رئيس الجبهة التركمانية بالمدينة لقمان الرشيدي حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة التركية والحكومة المحلية في نينوى من أجل تنفيذ المشاريع الخدمية بما يساهم في الارتقاء بواقع المدينة وصل وزير خارجية أرمينيا واذربيجان إلى موسكو لإجراء مشاورات دبلوماسية منفصلة بشأن النزاع في إقليم قرباغ وأعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الأرميني زهرب مونتس كنيان أن الأخيرة سيضتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث تأسيس اتفاق وقف إطلاق النار من جهتها أعلنت وزارة الخارجية بأذربيجان أن وزيرها جيهون بيراموف وصل إلى موسكو لإجراء مباحثة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قل المينو العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يونيس ستولتنبورغ أنهم يهدفون إلى منع حصول مواقف خطيرة شرق البحر المتوسط عبر أليط فض النزاع بين حلفين مهمين في الناتو تركيا واليونان وأعربا عن قلقه إزاء التوتر الشرق المتوسط مشددا على أهمية خفض التوتر ومنع وقوع حوادث غير مرهوب فيها وقال أنه تم تشكيل آلية فض النزاع من أجل تحديد كيفية تصرف الأطراف في البحر والجو وبنفس الوقت تم تأسيس خط تواصل على مدار اليوم انطلقت في إيران مناورات عسكرية شارك فيها قوات الدفاع الجوي التابع للشيش الإيراني والحرس الثوري فضلا عن القوات الجوية المتحدث العسكري عباس فرجبور قال أن المناورات تجري على ما يقدر بنصف مساحة إيران وتحاكي حربا حقيقية وأوضح أن قوات الدفاع الجوي ستختبر منظومات دفاعية جديدة فضلا عن أنظمة رادار وأجهزة لمواجهة الحرب الإلكترونية وحماية المواقع الحيوية مثل المنشآت النووية الإيرانية نهاية الموجة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا على المتابعة إلى اللقاء